وفي خبر عاجل ورد لتو مشاهدين قال بنيان بيان لمستشفى شهداء الأقصى إن أحد مولدي الكهرباء في المستشفى قد خرج عن العمل ما قد ينذر بكارثة إنسانية قد يروح ضحيتها عشرات الجرحة والمرضى هذه صور مباشرة من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ويظهر ظلاما شبه دائميس كما تلاحظون لأن أحد مولدي الكهرباء كما يقول المستشفى قد خرج عن العمل لا نعرف سبب خروج والهو نقص الوقود ربما نقص الوقود أو غير ذلك أو تعطل ربما أدى إلى خروج أحد المولدين عن العمل هذا طبعا ينذر بكارثة لأن أجهزة المستشفى كلها تعمل عن طريق الكهرباء وتحتاج مولدات كهرباء في ظل انقطاع الكهرباء فتلجأ المستشفيات غزة عموما لاستخدام مولدات الكهرباء وواحد منها يعمل في مستشفى شهداء الأقصى قد خرج الآن وهذا